موسيقى سباح الخير حلق جديد من برنامج أخبار سباح بأول عيام عيد الأطحى المبارك اللي منتمنى عيد مبارك للجميع مع أمان وسلام وبحبوحة لكل الناس رغم كل الظروف اللي عم نمرق فيها إذن حلقتنا لليوم خاصة بالعيد وضيفتها هي الفنانة الممثلة مونة كريم لنحكي عن مسيرة والدتا الفنانة في ريال كريم إنما ولو طالعين ابتداء من الساعة 8 لابد ما ناخد اتصال مصلحة الأرصال الجوية يعطينا كيف التفاصيل عن أخبار تأس العيد سباح الخير لسيد مونة عمر يعطيك العافية ونعد عليك وعليكم كلكم سباح خير بيارات لأنه متعودين نكون مقزومين كل واحدة بميلك سيد مونة كيف رح بكون تأس العيد والأيام اللي جاي اليوم رح يكون قليل غيوم مع انخفات بدرجات الحرارة بكرة كمان قليل غيوم الغيوم الغيوم جزئية مع انخفات كمان بكرة بدرجات الحرارة في ضباب على المرتفعات بالليل بكرة الثبت غيوم جزئية ما في تغيير على درجات الحرارة رح تبقى مثل ما هي اليوم على السحر رح تكون الحرارة بين 16 و 33 على الجبل بين 20 و 26 الأرز من 13 إلى 32 وبلبقى من 15 إلى 35 نعم لما نقول تنخفت قدير رح تنخفت حتنخفت درجتان عن مبارح وبكرة درجتان وبكرة تقريبا درجتان يعني الانخفات شوية ملحوظ فينا نعم يعني فينا نقول هاك الرؤية حتكون متوسطة اليوم رطوبة نسبية على السحر حتكون بين 40 و 70% البحر معتدل وحرارة الماء 30 درجة هذا كل شي اليوم نعم شكرا لقالك وانت بألف خير يعطيكم ألف عافية من الاتصال مع مصلحة الأرصاد الجوية رح نتابع مع اتصالنا مع غرفة التحكم المروري ومعنا على الهاتف رأي بول سعيد الحج ليعطينا كمينة تفاصيل أكتر عن حركة السير لليوم صباح الخير وينعاد عليك صباح النور يعطيكم العافية وينعاد عليكم جميعا سردا سردا من فريق المستقبل وبالناسبة عيد الأطحى المبارك ومنعيد جميع المواظنين وان شاء الله بنعيد عليهم بالصحة والعافية يا رب نعم شكنا لقالك تفضل بالتفاصيل عن تأثر اليوم يمكن هلا ما في عجرة حركة السير عفوا اكيد بالنسبة لليوم حركة السير اجمالا بالنسبة العيد يعني هم تشهد حركة السير خفيفة جدا على جميع المحاورة اجمالا في اتخاذ سدبير مشددي وتأمين السير حول المساجد على الطرقات المؤدية اليها اجمالا ما في شي يعني هيدا كل شي بالنسبة للسير نعم بالنسبة للحوادث عنا خلال 24 سيعة الماضي سجل 9 حوادث نتج عنهم 15 جريح كذلك بنسل لمخالفة سرعة الرادار خلال 24 ساعة الماضي كانت نتيجة عالي جدا حقيقة 1039 محضر مخالفة سرعة الزي هيدا كل شي بس فينحب نذكر المواطنين الكرام بالاتصال على الخط الساخن على السبتاش عشرين كذلك على الفيسبوك وغرف التحكم المروري وايضا على تويتر على التمسي لبنان نعم هذا كل شي حتى سيعة أكد مثل ما ذكرت ما في أي تتبير إلا بالقرب من المساجد هذا شيء أكيد طبيعي بمونسبة صلاة العيد شكرا لك الرئيب أول سعيد الحج وتحية لكل عناصر غرفة التحكم المروري إذن اليوم هو أول أيام عيد الأطحى المبارك وعلى مذبح الشرق شعوب عربية قدمت أضاحي بالعيد أمام مشهد الشردمي والدم والقتل بإسم الدين ترتفع صلوات عيد الأطحى على نية لبنان والعالم العربي من أجل الوحدة بمواجهة الإرهاب والتطرف ومع كل عيد وقف التأمل بكل ياللي صار وعم بيصير وكيف ممكن للوطن المجروح بغياب أبناء العسكريين أنه يحتفل بالعيد كيف ممكن نحتفل بالعيد والناس تحت رحمة العتمة والنفايات والفقر والأمن المفقود ورغم كل الألام نسرق من عيون الأطفال فرحة صغيرة تنغطي أحزاننا الكبيرة ينعد عليكم بالخير والبركة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب نبض الناس ما تغير ورغم كل الأزمات فاللبناني ما مل من محاولة الخروج من الدوامي والناس عم بتفتش على مساحة فرح وسط كلها الظلمي الأحياء الشعبية بالعاصمة تحضرت لاستقبال عيد الأطحى المبارك وليسان حال الناس بدنا نعيده لو بالقلة والعيدية بما تيسر المهم جمعت العيلة فرحة الولاد بتياب جديد وحلو العيد من إيدان ست الحبايب وينعاد على الكلب الصحة والعافية والبحبوحة تقرير لزميلتنا بشرة عباد من تابعه صباح بدي جيب كينة ملبن وشوكولات الحبايب ببرة منهم موجودين هون عرفت كيف وهي عادة يعني حد نجيب له غرضهم أول يومين منعمل فيهون منلبس ومنتحمهم ونحط الجر ندرت ياب للولاد بتعطي الولاد بيمبسط بالعيد بالنسبة للكبار بص الولاد أهم بيظل أولاده يعني بيفرح أولاده بياخد أولاده على الملاهة بيجيب له انتياب بيجيب له انتياب المدارس الله يمسون على العيد ولا المدرسة أنا كتير مفسوطة لها حتى يجي العيد كتير وين محل بالبنين برحله وبظهر بالريت يعني بحب شملها جبت خيال كوافة بندورة كيف؟ كرمال شو؟ بشير العيد نحنا منتبخ عنه وفروض وهكا ونشغل أولاده جبنا شوكولات بس تفضلي بالأحياء الشعبية العيد له مطرح والباب مش مفتوح بس للفقر لكن أيضا للفرحة مجال صغار وكبار افترشوا الشوارع وقرروا يستقبلوا العيد ويمدوا إجريهم على قد بساطهم لتياب الجديدة الحلويات والأكل الطيبة اللي بتجمع العيلة هذه أقصى أمنيتهم عم نشوف العيد للأطفال أكتر شي مش للكبار وتغير جا وتغير نفسية موسم عيد عم بيأخذوا العالم أكتر شي بيأخذوا مالبان وشوكولات ويعني الحمد لله الشغل ماشي تمام تادي جابت بمبون كمال عيد يعني حلوية بتمنتي شايفة وشو اسمه الشوكولاتات المعمول يعني كلها عم بيشتر خضرة شوكولات بمبون حلو كذا بني جيب فر وجيب بشويت فواكه وإن شاء الله بكل سنة وإنتوا بخير يا رب عمنا كاكرمال العيد بني كونوا بخير وعافية بنا عاد عليكم بصحة وعافية وفيزن طلان بزرحة العيد فيهم وعن بكيف من بسطة الواحد يوم يشوف أهل وإخواته وكل شي بمبسطة كتير بالعيد بس أنا ما بسطة بس أنا بجيب التاب للعيد رغم الظروف الصعبة اللي بتعيشها الأحياء الفقيرة كانت جولتنا بشوارع بيروت مفعمة بالحياة وجرعة الأمل كانت كبيرة عند الناس المنسيين ولكن مش نسيين معنا العيد وفرحته برح بشمل هوا بطلع عند أهل أمي وهون بطلع بحمدون وين ما بدي بيضوح كنا بالأول نسهر نروح نجي نتحرق مثل ما بدنا بس هلا ما فيه ما مثل الأول هاي دول العيدان نحنا اللي بنبسط فيهم نعيد الأولاد من الجمعة الكعيك المعمول الأهل بيجتمعوا يعني بتعرف العيد بروح الواحد يعايد الأهل والأصحاب وعند الحجاج بنجتمع اليوم صايمين أزا الله رات بنعمل عشاو يعني الأصحاب المحبين الهيدا فضلي ايه إن شاء الله بكرة فيه مشاوي الحمد لله فيها هيكي شايفي الشارع مليئ وهي الخضرة وهي كله يعني والله مثل نجيب جيج خضرة حلويات العيد هاي دي مشان هلا العيد الله يبعطوا بخير وسلامي يا رب تكنعا وعندوا بخير وينادينا النور الوارع موسيقى 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 مرات البيت عمل لي grenade وبيتمشى وبيتغندر وعشيه كل ما بيجي على البيت بقلي دخلك جسمي مكسر مرات البيت عمل ليwdر وبيتمشى وبيتغندر وعشيه كل ما بيجي على البيت بقلي دخلك جسمي مكسر اشتركوا في القناة 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 في نقول بكل يعني العالم كلها. صح بشايدة كل الناية مصبوط. فكان بابا يعني انه نروح سوا وماما و هيك يعني ياخدنا على السوق يشترينا. يعني كان هو مسؤول عن كل شي هي متفرغة يعني متفرغة للفن. خاصة يمكن في فتة العياد بيكون في عروض. يعني يمكن مش دايما بكل عيد هي تكون موجودة معكم اذا عندها عرض. صح. كان يسائب هيدا الشي. هلا هي اكيد بالعياد في عندهم حفلات بيبقوا. و هيك يعني ماما كل حياتها الفن. يعني اذا بالبيت عم تفكر شو بده تسوي. اذا عم تحفظ مثلا المسلسل اللي يعني كتير كانت. انا الا يعني الفن بدمك. يعني حياتها الفن. كنت تغاري من الفن. لا بس تخصص وقت لقلنا. يعني هي تماني بنفس الوقت بي توتي. يعني اذا ما عندها شغل بالبيت. يعني تلعبنا و هيك تسلينا. بالعكس ما حسينا بفراغ. ولا مرة زعجته من هالموضوع. لا بالعكس كنا نبصت و نشوف حالنا. انه كل العالم بتحبنا و باشرع لنا. بنت شريع الكريم او ارتيتين. اي يعني. كنتوا تحبوا هالشي. اي طبعا كنا نحب كتير. نعم. كنت ومتل ما الكلب يعرفوا كمان مشهورة بتقليد الشخصيات. بالبيت كانت تقلد لكم الناس اذا بتطلبوا منها. هي طبيعتها مثلا اذا حدا عنده هيك شغلات كاركتر. نافرة. مثلا شي روح من عنا تقلده. بس كان الها جلادة يعني لما تكونوا بالبيت عندكم ضيوف يطلبوا منها تقلد حدا كانت تقبل. يعني اي انه اذا هيك مزاجري وكذا يعني. مش انه مثلا تقلد بشكل عفوي يعني هي شو بتطلع معها. يمكن اذا حدا تطلب منها يمكن ما تقدر بهال. هي ومزاجري. شو بتطلع معها. بيطلع بصورة عفوية. يعني احنا مش عارفين انه هيطلع معها هشي فجأة بتفجأنا. نحنا رح منشوف هلا بعد المشاهد من التقليد ومنرجع نتابع حديثي. موسيقى 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 طلع على الليل وقال لي سعيد بس ليلي الليلة عيدة وقال لي سعيد تبتلك اسمك مرة على ورهة وردية حمرة وتبتلك اسمك مرة على ورهة وردية حمرة وعم تكبير الوردي وتبتح بقلبي وتبتح بقلبي وبتبتح بقلبك على عيدة سعيدي ليلي الليلتنا سعيدة سعيدي دنيتنا سعيدي سعيدي ليلتنا سعيدي سعيدي دنيتنا سعيدي فتح أمرها شوي شوي لما حبيبي طلع الليل قال لي سعيدي بس ليدي ليلة عيدي قال لي سعيدي 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 أما الآن طروب موسيقى 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 يعني يفرحوا لما تقلدهم ولا مرة حسيت تقلي حسيت انه فنان نزعج من تقلدهم لانه ما بتقلدهم بشكل يعني نيجاتيف في العكس بتقلدهم بشكل حلو والعالم بتبقى مبسوطة يعني ما بالعكس كانوا كثير بغم انه في كتير ناس بقلدوا الشخصيات واوقات بيزعلوا هي كانت خفيفة وقلبة للقلب مين اكتر من يعني اكتر شي حبتها من الناس اللي قلدتهم في ريال مين حبت اكتر شي من هالكاركترات كلهم يعني صباح وفيروز مع هزة الالقاب كلهم يعني وسميرتهم كلهم كلهم اللي تظن ملحم بركات كان كمان كمان حتى الرجات كان عندهم الحصة في المو وهبة اكتر يعني عسام رجل الله يعني كيف كانت تتمرن على تقليدهم بالبيت يعني تحط مثلا ما بعد تقل عشاش التليفزيون ترقب التفاصيل تقف قدام المراية كيف كانت ما كنا نشوفها بتصدق انه حاطة شي مثل على تليفزيون تهيد هي لوحدة مجرد ما تشوف شغلة يمكن تلقطة تلقطة يعني عندها الموهبة من هي وطفلة يعني كانت وقتل كانت بالمدرسة انه تقلد لمعلمات وكذا يعني هي بتحب تنتبه انا ما عندي انت مثل ما ذكرت انت ممكن توجهتي للدراما انك اكيد هي كانت يعني ايه اذا قالوا لي قلدي فلان ما بعرف قلدي اكيد هيدي موهبة بالنهاية ممكن الواحد بنمية بس لازم تكون اساسا موجودة عنده ايه يعني هي موجودة عنده متل ما قلت هلا الفناني الكوميك هني بطبيعتهم مهدومين يعني سبحان الله انا بحسها موهبة من ربنا حسن هي كانت كتير سريعة البديهة وصاحب اتنكتحاد ربثرة يعني بكل الجلسات معروفة في ريال كريم يعني عطل بتزيد عن النص اه حتى بالتمثيل بالتمثيل عن مشرح بالمسلسلات بالتلفزيون والمخرجين يعني كانوا انه يرحبوا بهيدا الموضوع ما اكتر دور حبيت في ريال كريم في تمثيل عن منا هلا كلهم واكتر شي الدنيا هيك يعني زمرت كانت انه الفتي شخصية هزة الدنيا يعني وكل الشخصيات الدنيا هيك صراحة انا بحسهم يعني هن الفنانين يلي انا دايما بحب اني تفرج عليهم واخد منهم لهلا يعني الفنانين على الادمة ما بيتكرر ابدا صراحة مية بالمية مشوف بعض مشاهد من الكابتن بوب اوكي مية بالمية كريم كمال صباح صباح جاي ابو وان بك تاخذين على الكاراتون شريك طبع لزي لجوة لوين لزي لجوة لزي لجوة لزي لجوة مشان هانا صغير احلى ما تقربتها تعرف ما حلو كلمة لزي لجوة شو كلمة حلوة اخدي عليكي اخدي شو اخدي عليكي ام انا بيخدي عليكي وناخد عمان فش رأيك ناخد بعضنا وروع الكاراتون يعرف شكرا يا رب حقا وحياتك تمسك يا افندي بالطريقة اللي كنت مختي فيها معك حقا بس مش عايبة عليك حضرته يتحركش بست بريئة مثل حكياتي ويقعطيلي عن موعدها وحضرتك كيف بتسوق السيارة بلون وراء ولا دفتر سواقة ولا هوية تعرف عن شخصيتك ابدا وحياتك من سألني يا سؤال ملقل ونطلب مني لحظة او خليك هيك بيسأل شوف البال شاوي شو بدك ما اتفضل هاي دفتر العربية دفتر السواقة الميكانيك دفتر التليفات شاء الله في هيك بدي هاي مع الدفات بس 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 لك بس لك هاي دا الصور الكام بدي اخذني مصالة مصالة هدا 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 كنت انا بدي ااخده مصالة مصير مصالة ما عارب تتفكر عارب شووش بحيوه تعرف مين انا وين انا موجودين هاي المجموعة هاي ماذلو مدلو مجرعك بتعطي انا وصغير خليهونا انا بعضو هيا يا حسنكي شفا تحب تسمع كلام؟ انا انا وين؟ مين انا بيهيتم؟ هادي انت منا هيدا هيدا خالي بس رحليتك بشويش مين ما شيفني يعني مين ما شيف خالي او شيفني يعني بقوله اسمه وضع املا اه باين باين وحضرتك يا أخندي كيف بتعطي السبت عن اشغاله وبتجيبه عالكراكون؟ من كل ورعها يمني وحيات عيون خالفي زيبنا انا اسألتها قالتلي لمع دفتر لمع ورع السيارة لمع بنزين لمع شيء تقربت له بيته ايه هي ممكن انه حط عين عليه فبدا مشان انه يتعرفوا عن بعضهم اكتر هيك بذكر وهو اللي عم يلعب دور عم يتكبر علي لا هو ما بيعرفه هي اللي هعجبته ما عجبه يا ربي وايه بديه اللي بتتجوزوا اكيد طب بس نشوف شخصية هيك هالقد عندها حس فكيها قداش كنتو انتو يعني انتو وخيجوا بالبيت تاخدوها هيك يعني جد بس تعيط عليكم كنتو تخافوا منها او بتعرفوا انو لا هي بحياتها ما عيطت علينا صدق ايه يعني طبيعتها بالبيت انو ريئة حقيكم كنتو عقلين عالاكيد لا ايه هالا جيل عن جيل عم يتلى هالا انا بس اولاد اولادة يخز العين بقل اللي بيته شيختي لي شعري اكتر ما هو عم الشيخ طب كانت تخاف من الطيارة وهيدا شي معروف عنا كانت ترتعب من الطيارة ما تحب الطيران ابدا تضطر تسافر اوقات طبعا ايه وما كانت تحب السفر يعني كثير تأجل او يعني تطلقي اشياء ايه تساقب مرة انو مش الحال بس تبقى خايفة وما تحب كثير يعني مثلا تقللهم عشرة ايام ايه 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 بدي بس خليني يعني هيك بس لا ارجع شوف ولادي ما بدي شي من هالده اعم ما تنزلت هيك على من الطيارة واتنزلت على المطار اعلاش وشوف ولادي وموت ما بدي يا رب لا شوف ولادي ولادي ايه اغيرت رأيه بتعطوال كان انو ما كان عمرا طويل الحرام ايه سبحان الله انو ما كان مع القلم و هي طفلة وسيأبت انو بوقتها ما كان العملية كثير هين مثل هالا سبحان الله عمرا انها ومعروف كثير انو والدك وقف حده حتى بمسيرة الفنية وكان يدعمه كثير وكان وقتا يكون في عنده شي طالع الدرجة او شي نعرف انو كان يحمله كان هو يحمله لا يقدر يواصله لقما كانت تطلع دراجه تتعب. كان هالأد دعمة. يعني بحبوا بعضون كتير كنت حسن يعني ساميه روميو جولياتي يعني أدماء. فعلا يعني إيد واحدة عطول. وينما يعني كانت ماما موجودة عطول بابا يعني حدا. حتى بالتصوير والتمثيل. نهار وفيتها مونة شو بتتذكري. كنتو عم بتتابعوها. كانت هي توفت على خشبة المسرح. هلا أنا كنت بالبيت. بتياتر اوديو كانت على خشبة الاوديو. هي هون بلبنان. كانت عم بتقدم عرق سهرة هون بلبنان. كنت عارفة هلا نسي. ماشي لحال. المهم انو كانت بالمسرح وانا بالبيت وانا يعني ماما بالسابع انا بالسادس. يعني بتحكم ماما. هلا. كنت تجوزتي وعندك. اي كان عندي ليال عمره ثلاث سنين وبلال سنة ونص. في ريال كان بعد ما شو. طبعا ما توفت ماما. فعني ساعة ستة عبكرة مندق الباب. فقلت خير يعني شوتي كان بلال فيق وهيكي. فتحت الباب لقيت بابا واقف يعني هاي معلش الخبرية اللي خبرنيها كزا مرة. بسمعلي. انو واقف هيك عالدرج من فوق يعني ما عادر يوجهني. فقلي وينو ابراهيم يعني جاوزي. ما عادر يقلي شو بتيقلي. خلي يطلع اللي عندي عايزه. فأنا دغري سبحان الله. انا كنت حس. انا كنت حس حالي. انا اما مشي اما. اول شي ماما جاوزيت عمره 14 سنين يعني طفلي. يعني دغري قلبي هيك نقزني. ودغري قلت له فيقتل ابراهيم قوم قوم شوف ما بعرف ماما شو بها. يعني مع اللوقت رحت يعني على المسأل. ما كانت تعباني. ما طهم به الشي ولا قالت شي. خلق المهم طلع جاوزي. وانا بهالوقت يعني هيكي حايص. امتغلي. بعدين قلت لي مع المفتاح اهلي انا ليش عم بضني حايص عرفتي. جيت بدي افتح طلعت. حطيت المفتاح وما قدرت. شوف احساسه الانسان. رجعت متل واحد هيك هربان من شي من الحقيقة. لما نزل جاوزي دغري يعني هيكي. قلت له دخيلك. قل لي انه ماما بها. يعني مريضة بالمستشفى بس ما تقل لي انه ماتت. يعني احساسها. قلت طلعي طلعي لعن بابا وخبرني بابا انه كيف هيكي. يعني صدمة لقلي وصدقيني لكل العالم بلبنان. يعني كان وقتها الاخبار على المحطاء النشرة الاخبارية بالراديو. يعني يقولوا انه في ريال كريم توفيت والعالم يعني تفاجأت. تفاجأت وصدمت فعلا. يعني احنا كنا صغار وانا حتى بتذكر ما شاهد حتى بنشط الاخبار بالليل كمان عن. يعني العالم اكلتها صدمة قوية لانه موى انه معروفة مع القلبها بس تعود. كنا حتى الجمهور انه هي بتضل بالفن وتعطي. في اصلا كانت تقول ما في احلى من انه الانسان يموت متضحك. صح. كانت تحب. وانا بحس انه كل الفنانين يلي بحبوا الفن كتير يعني اكتر شي بحياتهم. بيتمنوا هاللحزة وفي منهم الله يعني يعني يستجب. كانت تحب كتير تقلد فيروز. وفيروز بالمقابل محفظ الألقاء طبعا. كانت تستمتع انه تشوف في ريال كريمة بتقلدة. كان فيه شي خبرية معينة عن الموضوع. هلأ رح منشوفها عم بتقلد فيروز. لتقوش مرة؟ هلأ يمكن لقاء. مهما ما صار لقاء. بس يعني كانت ماما كتير تحبها وتحب مسرحياتها وهيكي. بس بفتكر انه كان فيه لقاء. اشتركوا في القناة. موسيقى 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 عم بتحك انسى حال عم مثلا سوفهم كيف مندمجين مع بعضهم كل هالفتنانين يعني تحس حالك انه كأنك عم تفرج مظبوط عميس كانت تعطيك ملاحظات توجهك ولا كانت ما بدأ يك تفوت بالفان ما كانت تتحرك هلا لما فتت انا بصت فيه ما تعطين ملحظ بالعكس لما تطلع تلفزيونية وقبليني وقحليك وكذا وكنت يعني انه اول طلعت انا بسوطة فيك لوم انه مانعيت بس انه بصت فيه بصت فيه تب وين المدرسة والدرس بهيدا الوقت كله كانت قاسي عليكن بالدرس لا انا يعني لتلك انا كنت تلميذة الرهبية الانتونية وخلصت ورجحت عملت للتراتور فرانسيز يعني كنت انا شاطرة فما حسيت بحق وخيه يعني مش قدي شاطر بس بنا مش الحال نحنا نبسطنا كتير بوشودك معنا اليوم معنا الفناني مونا كريم نحنا نجع من عائدك مرة جديدة بعيد الاطحاء شكرا عليكم يا رب ان شاء الله هيك تفرحوا من ولادكم وان شاء الله هالسنة تكون خير على الجميع شكرا عليكم يا رب شكرا عليكم مشاهدينا نحنا كمان من نرجع من جدد المعايدة على امل انو هالعيد يحمل معو الخير سلام والبركة لكل العالم وموعدنا معكم بيتجدد بكرة بحلقة جديدة من اخبار صباح باية صحيح موسيقى 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 وانما خدتوا ع الروشي بالبيت بيعمل دوشي وبيغرم والجوبة كش موسيقى خدتوا ع الحمرى مشوار شاف المعجابين اكتر خدتوا ع الحمرى مشوار شاف المعجابين اكتر تريد كمش بيديه وعيونه بعينيه وقال لي وحياتك مبغيش موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة